أنا أعلمك كتير عن كاس الأمم الأفريقية وتنظيم كاس الأمم الأفريقية والمشاكل في بطولة كاس الأمم الأفريقية الثانية من ملاعب وكرة مش متزبطة وامور تحكمية وحاجات كتير جدا بس لازم أبدأ معاك من حيث بدأت الأمور الخلاف بين الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي على تنظيم البطولة في هذا التوقيت ويسل لحد فين؟ هل الخلاف بين انفنتينو ومتسبي اتحل ولا الخلاف لسه شغال وإحنا البطولة شغالة؟ لا ما زال هناك خلاف كبير جدا بين باتريس متسيبي وبين انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي خلينا أقولك القصة من أولها القصة من أولها ان انفنتينو تحديدا نقل مقار إقامته لقطر النهاردة تحديدا ونقل مدارس أولاده في قطر وخلص الرجل هيقيم في قطر دي البداية اللي هتخلينا نتكلم عن الموضوع من أول انفنتينو كان مصامن بشكل كبير جدا أن بطولة الأمم الأفريقية تكون تتلعب في قطر ودي كانت حاجة غريبة جدا على القارة الأفريقية بعض أعضاء المكتب التنفيذي في الكاف كانوا بيرجحوا قرار أمفنتينو لأنه بفعلا هم شغالين في الفيفا أعضاء المكتب التنفيذي ممثلين الكاف في الفيفا عايزين قرار أمفنتينو وبعض أعضاء المكتب التنفيذي قالوا أن القرار الأفريقية ما ينفعش البطولة تخرج منها من هنا بدأت المشاكل الاجتماع الأخير اللي كان في قطر تاخذوا قرار فيه أن البطولة مش هتتلعب في الكاميرون باتريس متسيبي قرار تاخذ القرار ده والكرة ده ما تقلش فباترس موسيبي قال لهم خلاص أنا هروح أهدي الدنيا في الكاميرون وهروح هناك وأتكلم معهم وهقابل رئيس الدولة وهبدأ أتكلم مع رئيس الدولة وهقول لرئيس الدولة أن نحن نأجل البطولة لكن العكس حصل تماما باترس موسيبي خد طيارته الخاصة مع فيرون موسينجوس كرتير عام للاتحاد الأفريكي وأول منزل المطار يا ويندي قال لهم بطولة الأم الأفريكية في الكاميرون فمعادها يوم 7 يناير وأنا جاي أنا وأسرتي من هنا بدأت المشاكل أمفانتينو تفاجئ المفاجأة كبيرة بسبب التصريح ده أمفانتينو تكلم وقال للناس المقربة منه أنا النهاردة قاعد مع باترس موسيبي اتفقت معي وخدت قرار معي هو سافر الكاميرون وغير رأيه دي كانت أول مشكلة وأول الخلافات اللي بينه لأن أمفانتينو كان معا مشاكل كبيرة جدا أخرى من جانب ربطة الأندية الأوروبية اللي هالقك ربطة الأندية الأوروبية كانت مصممة بشكل كبير لنقل بطولة لقطر تحديدا عشان الأجواء الصعبة في الكاميرون وفي معادي آخر غير يناير عشان الأندية الأوروبية ما تتأثرش باللعيبة المتواجدة في بطولة الأمم الأفريقية في يناير تحديدا ومن هنا بدأت المشاكل تظهر بشكل كبير وبدأت تظهر خلافات باترس موسيبي كمان اتجه إلى منزل رئيس الدولة هناك واللقطة اللي أمامنا على الشاشة دي اللقطة دي سببت خلاف كبير جدا أمامنا على الشاشة باترس موسيبي وخلفه سامول إتو وخلفه النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي أجوستن سنجور السنغالي أجوستن سنجور اللي هو على يمين الشاشة جنب باترس موسيبي وإتو اللي هو خلف باترس موسيبي اللقطة دي كانت فين بقى أمام منزل بول بايا رئيس الدولة الكاميرونية وأمام القاصر الرئاسي وقابل رئيس الدولة ووعدوا أن بطولة في معادها في الكاميرون أمفنتينو بدأ يغضب بشكل كبير جدا وأمفنتينو بدأ يتدايق وكمان حاول يتصل باترس موسيبي باترس موسيبي ما ردش عليه على اتصالاته وأعلن باترس موسيبي أنه هو فعلا رئيس الاتحاد الأفريقي في اللحظة دي تحديدا أعلن أنه هو رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس الاتحاد الأفريقي قوي رئيس الاتحاد الأفريقي جاي مختلف عن الرئاساء اللي شفناهم قبل كده اللي كان قراراتهم بتحكم فيها رئيس الاتحاد الدولي دي كانت بداية المشاكل لكن البطولة من وجهة نظري ماشية بشكل كويس في الكاميرون رغم بعض المشاكل في البنية التحتية أو في الملاعب لكن هي دي إمكانيات الكارة الأفريقية مع دا مصر ودول شمال أفريقية